تسعون عاما مرت على انضمام العراق إلى عصبة الأمم والذي يوافق في الثالث من تشرين الأول من عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين وما زال العراق لا يخرج من أزمة إلا ليدخل أخرى أكبر منها وأشد إلى أن جاء الاحتلال الأمريكي وما خلفهم من نظام سياسي فاشل ليغطي على كل ما سبق من أزمات ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر وقع العراق بعد احتلاله عام الفين وثلاث في الفخ المزدوج الذي نصبته الولايات المتحدة وإيران فخن تمثل بنظام سياسي قائم على أساس المحاصصة الطائفية تديره أحزاب لا تخفي ولا أهل الخارج نهبت ثروات البلاد واضطهدت أبناءها وكل من يرفع صوته من العراقين رافضا تواجهه آلة القتل الميليشيوية التي تغولت تحت رعاية طهران وبضوء أخضر من واشنطن ولكي تترسخ معادلة الفوضى في العراق وضعت أمريكا دستور ما بعد الاحتلال حيث أزلت الهوية الوطنية وحاولت بدلا من ذلك ترسيخ الهويات الطائفية والقومية في مسعى لتمزيق البلد وزرع بذور الفرقة والتناحر وبعد أمريكا استكملت إيران وعمليات تفكيك بنية الدولة العراقية بنفوذ سياسي عبر أحزاب وشخصيات رعتها طهران ودفعتها لواجهة المشهد وهيمنة أمنية عبر عشرات الميليشيات التي تجاهر بأنها ستقاتل إلى جانب إيران فيما لو اندلع أي خلاف مع البلد الذي تدعي زورا أنها تنتمي له وهكذا أصبحت بلاد ما بين النهرين عالقة في فساد عميق الجذور جعل الحديث عن تشكيل نظام ديمقراطي ضرب من الخيال وهو ما جعل الفشل يطبع كل تفاصيل التجربة السياسية بدءا من الانتخابات المزورة وليس انتهاء بالفشل في تشكيل حكومة رغم مرور عام على إجراء الانتخابات موقع مودرن دبلوماسي الأمريكي قال إن نهج الحكم في العراق هو نظام شمولي لأن كل أركان السلطة السياسية بيد الأحزاب الطائفية والميليشيات التي تقمع كل تحرك يريد لانعتاق من الهيمنة الإيرانية والخروج من دوامة الفساد التي ابتلعت البلاد لكن الأمل ما زال كامنا في شباب العراق الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات لاستعادة سيادة البلد رافعين شعار نريد وطنا بعد أن قدموا الغالي والنفيس في سبيل إعادة البلد إلى المسار الصحيح ترجمة نانسي قنقر